اختتماد في محافظة الديوانية بطولة كأس وزير الشباب والرياضة للفرق الشعبية في الديوانية وبمشاركة واسعة لنتابع بضربات الجزاء الترجحية فاز فريق الاتحاد على فريق الصناعة وحرز كأس البطولة في اللقاء النهائي لبطولة كأس السيد وزير الشباب والرياضة للفرق الشعبية وبتنظيم من قبل مديرية الشباب ورياضة الديوانية على ملعب النجم الرياضي في الديوانية ومشاركة اكثر من 20 فريقا شعبي في تصفيات البطولة كأس سيد وزير الفرق الشعبية هو تقليل سنوي لكن اختلفت هذه السنة عن سنوات الباقية بانها اجتملت على ثلاث فئات عمرية الغاية الاساسية منها هي اكتشاف المواهب وتقديمهم من المنتخبات والاندية هذه البطولة تشترك بها جميع فرق الشعبية بالمحافظة ومن حصيلة 630 فريق شعبي اليوم فريقين مثلون المحافظة في هذا الكرنبال الفرق الشعبية تشكل الاطار الاساسي لكرة القدم والبطولة تهدف للارتقاء بمستوات الفرق المشاركة على المستوى المحلي والفريق الفائز بالكأس يمثل المحافظة في التصفيات التي تقام في بغداد على مستوى من المثل المحافظات الأخرى اليوم فريقين للنهاية فريق الشباب الصناعة وفريق الاتحاد من أعرق الفرق في المحافظة الفائز في هذه المباراة سيكون ممثلا عن المحافظة الدوانية في بطولة الوزارة في الأدوار النهائية التي ستقام في بغداد أو في أي مكان آخر تختار الوزارة البطولة كاس سيد الوزير تعتبر كاس العالم يعني للفرق الشعبية بالعراق وبالمحافظة فريقنا فريق شباب الصناعة مثل المحافظة بأكثر من مواسبتين بطولة الوزير تعتبر رافض لجميع المواهب التي تستقطب منعتها الأندية نقول إن شاء الله تستمر هذه البطولة وإن شاء الله من إبداع لأبداع ومن تألق لا تألق اكتشاف المواهب الكروية واستثمار طاقاتها في المستقبل على مستوى الفرق الشعبية والتي تتميز كونها رافضا للأندي والمنتخبات الوطنية يأتي من خلال إقامة البطولات والمشاركة فيها لمختلف الفئات العمرية سليم تحسين الرياضية العراقية الديوانية